الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة بوسي كانت أزمة إنسانية ما لهاش علاقة بالقوانين وما لهاش علاقة بالأحكام بس أزمة موجعة دخولها صعب والخروج منها صعب ظهر فجأة والد بوسي أو ياسمين شعبان والدها طلع في برامل كتير وفي قنوات وفي مواقع وفي جرائد بيقول بنت بوسي ابن عاقة ما بتصرفش عليا أنا محتاج وبمدي إيدي للناس تقريبا عشان العلاج وهو ما بتصرفش عليا في جزء من كلامه بيقول إنه صحيح إن أنا ما قمتش برعايتها بشكل كبير لأني طلقت والدتها بس حقي عليها كأب إن هي تصرف علي بعد التصريحات الكتيرة القاسية دي وطبعا كان في حملة هجوم كبيرة جدا على الفنانة بوسي لأنه بطبعتنا ما حد الشيخ ده أبدا بفكرة العقوق وما حد الشيخ ده أبدا بفكرة عدم رحمة الضعيف تحديدا لما يكون أب مضطرة فوسي إن هي ترد وتقول نسختها من الحكاية إيه اللي حصلي أبدأ إيه ولا أنا عزيزي؟ أنا مش عرف ما بحبش أتكلم في حاجة تخصني أو أي حاجة ما بحبش أتكلم آآ بالذات ما حاجة تبقى من ناس توجعك آآ وآآ مش هينفع تقولي أي حاجة للأسف مش هينفع تغلطي مش هينفع تقولي أي حاجة مش هينفع حتى لو جواكي نار مش هينفع تغلطي عشان هو أبويا في الأول في الأخر أبويا بس عارفة ما بتبقى جيالك من قرب الناس لكي تضربة في دهرك وبالذات ما يبقى أبوكي ده جاي معاهم عليكي ما عنديكيش حاجة تقوليها ما عنديكيش كلمة تقوليها يعني أنت بتقولي إنه إحساسك إنه الهجمة اللي حصلت عليكي من والدك كان غراضها حاجة تامية غير موضوع البنتي وإنها ما بتصرفش عليها آآ طبعا ما هو يحربوكي بإيه يبينوا للناس إن أنت من قد ما مش كويسة طب ولينا تقوليش إنه هو إنه هو فعلا كان محتاج مساعدتك وتسدد فش كل الأبواب إنه هو كان مضطر يمشدك أنا لو بنقاد معاك ما كنتش هيبقى عندي خمستاشر سنة وأنا اللي أطلب من أمي إنه أنا أنزل أشتغل عشان أشيل من عناها الحمل ما يبقاش عندي خمستاشر سنة لسه عائلة اللي قدي بياخدوا مصروف إيديهم من أبوهم أو من أمهم أطلب من أمي إنه أنا أنزل أشتغل عشان أشيل من عناها الحمل شوية ولو فعلا آآ الكلام ده جديد أنا كلمت في الموضع ده من ساعة مطلعت أما بتسئل فعلا هو ده اللي حصل أنا تولدت أبويا مش موجود معايا في حياتي مطلق أمي وهي حمل فيها شهرين الكلام ده مش جديد الكلام ده اتقال في برامج كتير قوي ولو الناس تاخد بالها أو الناس تركز شوية تتفرجوا على البرامج اللي قبل كده ولو جد يعني اللي جد سيجت والدي فيها هتلاقوا نفس الكلام أنا ما غيرتش حاجة أنا ما غيرتش كلامي ولا الكلام ده طلع جديد صحيتي من النوم لقيت الناس كلها عمالة تقول بوسي رمي أهلها وما بتصرفش عليهم ومتمرمزة في الفلوس وفي النعم البحرين وهو هم يعني مش لقييني يصرف عليهم يعني مش عارفة قولك والله العزيم يعني عارفة تبقى المشكلة إيه يعني أنت أنت تخضيت يا أصلا أنا تخضيت ليه عشان أنت أنت لسه قابليها بيومين نتكلمني وبعتالك فلوس قابليها بيومين متكلمني وبعتالك فلوس ولسه كنت أبعث لك تاني أصلاً مش بطولي خلي بالك أنا ورايا بقى مفتوحة الحمد لله وربنا يا رب يجعلني سبب لرزقهم فكنت لسه أبعث لك تاني بس حدت إنها زلمت والدها اللي ما زلمتش والدة والدها والدي هو اللي زلمنا كتير إن هو ما ربناش ما كانش عرف عننا حاجة ما صرفش علينا مش كان ملزم بها أي حاجة من ناحية نخلز ايه أب عادي كان كل اللي ملزوم بنا كان والدتي الله أرحمها وكان جدتي أم والدتي وكان خلاني وقلت ربنا احنا في بيت عيلا هما كانوا مراعيننا من ألف للياء مش حرمنا من حاجة مش أسروا معنا في حاجة والدي قرب مننا لما بقينا نجبر بدأنا نجبر وبوسي لما عارف إنها بقت تشتغل وبقى معها فلوس بدأ إن هو يقرب منها وبقت لما كلمته وكلمها بدأت بعت له مبالغ بقت تساعده جيها وبقت توده وبقت أنا عن طريق أنا كمان كابت بتبعت ساعات معي لي وكانت ساعات أنا بقى بيتبعت له عن طريق البريد تبعت له عن طريق ناس شغالة معها من الزازي بتديهم مبالغ معينا وتدعي له مش هنقول شهريا هيكاد ممكن دسا في الشهر مرتين التانية هتبعت له مبالغ اه اه لأننا حتى لما كنت معاه قبل ما يموت بليلة قلت له ده إنت إيه ما أخفك من بنتك؟ قال لنا بدأ لها يا ربنا يسطرها معاها ويصلحها لها وبدأ منها كل واحي شونا مسامحها وردي عنها قلبي ردينا عنها ديك الموت قبل ما يموت بيوم طبعا شفتوا هنا طبعا حاجة يعني كلام لوحدش بيز منه لأنه قبل سعد الصغير ما ييجي سجل معاه باسبوع طبعا كنتيها بعت له فلوس هو ظهر طبعا اه بعد التسجيل قبل التسجيل بيوم كنتيها بعت له فلوس والمفروض انها تاني يوم كنتي بعت له فلوس تانية عشان خاطر يكمل عمليه اللي بعت عينه انه كان مع عمليه في الوقع ده والتانية قال لها هلقات لك فلوس مع ناس اتفاجأت ان تاني يوم نزل الفيديو بقول انها مش بتسأل عني مش بتصرف عليا مبهدلاني رمياني بايد عني اه شايفين الشقة انا قاعدة عملي ازاي مش عارف ايه والدي معلش انا كل واحد فينا كان متجاوز واعد في بيته فاللي كان بيضرح حاجة كان بيعملها طبعا انا لما زوجتي اللي كانت معايا كانت عايشة معايا في شققتي اللي هي بتاعت والدتي اللي هو كان والدي عايد فيها انه جبته واعدته فيها طبعا حصل فينا الانفصال فطبعا ورجعت الام اولادي واعدت معاها فطبعا كنت بروح رعي من قولاتي للتاني اخواتي الكبر طبعا بحكم انهم اكبر مني في منهم عندهم تعبنين شوية عندهم اطفال كتير ورمى صلاة المشغوليات فاللي كان بيضرح على حاجة بيروح يعملها له انا برد على تعليقات ناس انها اتهمت اختي بالجحود وعدم المراعية وانها اثرت في حق والدها تمام لا هي ما اثرتش في حق والدي ولا انا اثرت في حق والدي ولا اخواتي اثرته في حق والدي احنا مش هقول مثلا انا خزيان ان اقولي الكلام ده لا ده فعلا وبقائع وناس معرفنا وقريبنا وجراننا وصحاب والدي عارفيني الكلام ده هو ما كانش بس اذا ما رغبت والد حضر انا اللي بقيتها تسأل عليه وانحنا بقنا نسأل عليه وبقنا نوده ومش بقنا سايبينه تمام بكل المقيص ومن ناحيتي ومن ناحية اخواتي ومن ناحية اختي الصغيرة بوسي احنا ما سابناهوش ان انا بقدم في حق والدي الله ارحمه بس بيرد على كلام ناس قالت ان هي عندها جهود من ناحية والدها عندها ما فيش عندها اهتمام من ناحيته ما بتصرفش عليه رميها اهم لا مع انها في مستوها الاجتماعي المفروض تعيش والدها في احسن مكان لا انا كنت ما اعاده في شقتي لها شقتي والدتي تمام ما اصرناش معاه في اي حاجة والدي الله ارحمه لحد قبل ما يموت راضي عنينا كلنا ودعينا كلنا ان احنا ما اصرناش معاه سواء كان سعد اتوجد او ما اتوجدش لان طبعا الناس اللي اتكلمت دي متعاطفة مع زوجة او ارمالة فاطيم بحكم ان هي ما شافوش التفاصيل بتاعت الاحداث كلها او ما شايفين طبعا الظاهر قدامهم ان هو تسجن وان هو طلع وقال واخته طلعت ان هي ان هو مسجون هي اللي سجنته وهي اللي فقتله القضية وهي اللي حطيتله دستله محتوىات القضية في المخدرات والاسلح في البيت طبعا كل ده منافي للصحة ما اردوش اساس من الصحة من ناحية انها اتظلمت في اتظلمت كتير اختي اتظلمت من زمان بالاخص من يوم ما اتجاوزت اللي ارحمه فاطيم اللي ارحمه ظلمها كتير اولا بوسي هي لما حضرتش وفاة والدها ما عارفتش طبعا كنت ابعت لها رسائل او اصلت عليها ان والدي توفى والدي التوفى والبقاء لله طبعا كانت ريفونا مقفول انها كانت تعبانة ومكانتش موجودة فمعارفش اتواصل معها واتفاجئت بعدها بيومون بترد علي بماتين طالت لما تقولي مبارح بس انا معارفش هتواصل معاكي طبعا اه لأ كنت انا انا كنت في شغلي ببر القاهرة تمام واتفاجئت برضو ببوت والدي انا حضرتك برضو محضرتش لا لا حضرت الدفنة طبعا وحضرت العزة كامل وانا عملت العزة عند بيتي تمام بس اه حياتي ان انا عرف تمام لا بس انا مكنتش موجودة في القاهرة انا مكنتش موجودة في القاهرة ايه كانت خارج القاهرة تمام فما حاولت ان انا عرف اتواصل معها ما فيش سلة اتصال تمام انا عشان اعرف انا والده توفى وعرفت بعدها بيومين وكلمتني وجات لي بيت طبعا اه اه ام اقدر اقول لها ان ربنا يكرمها وصلحالها ويبعد انها كل حاجة واحشها رب ويكرمها ويفك اسر جزهة اللي هو الاستاذ الشام ربيع راجل محترم اه اتعمل له المشكلة اللي هو فيها الاخرانية دي بدون وجه حق وناس اتهمته بالباطل ودلوقتي بيقول ان بوسي ادمها ادم شقم على والدها وعلى جزهة وعلى طالقها لا هو ربنا بيجيب لها حقها بس موضوع جزهة الاخراني هو تظلم فيه واللي عشان خاطر طبعا حداك ما عارف ان اجازة والقضاء تبقى شهر يوليو وشهر اغسطس فطبعا القضية كانت يعني هو متعلق على حس القضية لحد ما يتبتي فيها جلسة ويتنطيب بها بالحكم واضح احتمال يكون والدتك ايا كانت اسباب الخلاف بينها وبين والدك هي اللي مناعته انه يمكن كان عايز يعطف عليك ويتواصل معاكو والام رفضت ما ما ظنش يعني انت لو عايز تشوفنا هتشوفنا غزبا عنها اللي عايز بيشوف اياله وضناه هيشوفهم حتى لو بالعافية مفيش خالص ما حصلش ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر